موسيقى الجيش الاسرائيلي وسع استهداف منازل المدنيين والمستشفيات في كامل قطاع غزة بالتزامن مع تأجيل موعد بدء الهدنة الانسانية الى الجمعة ووكالة الانروا تحذر من تفشي الامراض المنقولة بالمياه الملوثة وحراك سياسي اقليمي ودولي لوقت في الحرب موسيقى اهلا بكم افادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن استشهاد عشرات المواطنين وجرح المئات في قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية لمنازل المواطنين في قطاع غزة واضفت الوكالة ان الطيران الاسرائيلي قصف عدة منازل للمواطنين في عدد من المدن جنوب وشمال قطاع غزة اضافة الى فرض الحصار المتواصل على المستشفى الاندونوسي في بيت لاهية الذي يتعرض للقصف المدفع بين الفينة والاخرى واستمرار حصار الاسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي لليوم الخامس عشر على التوالي مع اعتقال ادارته الى جانب عدد من الاطباء وفي حصيلة غير نهائية قالت وكالة الانباء الفلسطينية انه استشهد في القطاع جراء العدوان الاسرائيلي المستمر اكثر من اربعة عشر الفا وخمسمائة وثلاثين جلهم من الاطفال والنساء اصيب نحو خمسة وثلاثين الف اخرين وفي ذات الصدد قالت وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الانروا بان تفشي الامراض المنقولة بالمياه اصبح امرا وشيكا في قطاع غزة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس وكالة الانروا فيليب لازاريني عقب زيارته الى مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة حيث اكد لازاريني على ان زيادة الامراض الجلدية تؤثر على سكان غزة نظرا لانتشار الملوثات على نطاق واسع واشار الى ان اغلاق نظام المياه النظيفة اجبر المواطنين على شرب مياه ملوثة واستجابة للتحديات الانسانية في القطاع اكد لازاريني بقاء الوكالة للعمل مع توسيع نشاطها ووجودها واضاف في ذات الصدد بان المدنيين يفتقرون الى كل مقاومات الحياة كما اكد بان القطاع يتلقى 10% من الامدادات الغذائية المطلوبة بشكل يومي بسبب الحصار الاسرائيلي وبخصوص الهدنة الانسانية في غزة تنقلت وسائل اعلامية نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات القائمة بين اسرائيل وغزة بان عقبات فنية في ساقة تفادل الاسراء ادت الى تأخير تنفيذها الى يوم الجمعة واضاف المصدر بان الفصائل الفلسطينية اعادت طرح مسألة وقف اطلاق النار وطلبت توضيحا لكل ما تم الاتفاق عليه مع الكيان الاسرائيلي بعد ان صدرت تصريحات لقادة الكيان تهدد باستمرار الحرب حتى في حال الاتفاق على الهدنة وافاد مسؤولون اقليميون ودوليون بان عملية الافراج المقررة تأجلت قبل ساعات من الموعد المقرر لها يوم الخميس كما كشفوا بان التأخير ارتبط بنقص في المعلومات عن بعض الرهائن ما ادى الى تعقيد اطلاق صراح الاسراء وتقابل الهدنة المؤقتة في غزة برفض شعبي بداخل القطاع باعتبارها لا توفر حماية طويلة الامد للمدنيين ناهيك عن كونها لا تضمن دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة بشكل مستدام وعلى المستوى العربي استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاهلة الاردنية الملك عبد الله الثاني بمطار القاهرة الدولي خلال زيارة رسمية لبحث الازمة في قطاع غزة وخلال اللقاء اكد الزعيمان الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة كما بحث الزعيمان وفق رؤية مشتركة استمرار العمل المكثف للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار في فلسطين وذلك لادخال المساعدات الانسانية الكافية لاهالي القطاع بشكل مستدام استجابة للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة ذات الصلة ورفض الزعيمان سياسات التجويع والعقاب الجماعي التي يتخذها الكيان الاسرائيلي الى جانب رفض البلدين التام لأي محاولات لتهجير أهالي غزة داخل أو خارج القطاع وفي الإطار الدولي عقد قادة مجموعة العشرين عبر تقنية الاتصال المرئي قمة بدعوة من دولة الهند تهدف إلى مراجعة التقدم المحرز في أهداف القمة الثامنة عشر للمجموعة التي استضافتها الهند مع الوقوف على أحداث الصراع في الشرق الأوسط وخلال القمة أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه في أن تسهم المجموعة في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي على كافة المستويات مشيرا إلى أن استمرار الصراع يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي ومؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجموعة العشرين على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والتعايش في المنطقة وفي ذات الصدد دعا الرئيس المصري خلال القمة إلى حماية المدنيين من آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى جانب وقف الدمار والتهجير ضد المدنيين كما اتهم تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة بالانتقائية وفي ذات الإطار عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة اجتماعا رسميا مع الرئيس الفرنسي لبحث الأزمة في قطاع غزة وخلال اللقاء شددت اللجنة على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة وطلبت باريس بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القوانين الدولية والإنسانية للوصول إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة وفي وقت سابق شددت اللجنة خلال اجتماع مع وزير خارجية المملكة المتحدة على تنفيذ كافة القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين وتبكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأكدت اللجنة رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القوانونية والأخلاقية الدولية الرئيس العليمي يحذر من مخاطر جر المنطقة إلى صراع أوسع بالوكالة وحكومة عدن تكشف عن مساع منسقة مع جهات دولية لرفع اسم اليمن من القائمة الرمادية والمبعوث الأممي يشدد بأن السلام في اليمن يجب أن لا يقصي أحد بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي مع السفير المصري لليمن أحمد فاروق الولقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بظل التوترات التي تتسبب بها الميليشيات الحوثية في المنطقة وأكد الرئيس العليمي دعم اليمن لموقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفيتها وتهجير شعبها المناضل من أجل إقامة دولته الوطنية كاملة السيادة مشيدا بالجهود المصرية التي قادت إلى هدنة إنسانية مؤقتة لتبادل المحتجزين معربا عن أمله في أن تفضي هذه المساعي المشتركة مع الأشقاء في دولة قطر إلى حل شامل ومستدام تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضمن تحقيق تطلعاته العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وكان في وقت سابق قد استعرض الرئيس العليمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرتي الجمهورية الفرنسية ومملكة هولندا مستجدات الوضع اليمني وجهود وقف إطلاق النار واستيناف العملية السياسية المتعثرة وتطرق اللقاء إلى تطوراته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعيات التصعيد الخطير والانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني والدور الأوروبي المطلوب لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ورحب العليمي بالهدنة الإنسانية المؤقتة لتبادل المحتجزين معربا عن أمله في أن تفضي هذه الجهود إلى حل شامل ومستدام للقضية الفلسطينية العادلة تضمن الأمن والسلام للمنطقة والعالم وأحذر العليمي من مخاطر جر المنطقة إلى صراع أوسع بالوكالة عن الكيان الإسرائيلي والنظام الإيراني بما في ذلك تهديد الميليشيات الحوثية لحرية الملاحة الدولية وتداعياته على الاقتصاد اليمني ومفاقامة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم قائلا أن الطريق الأمثل لحل كافة القضايا العالقة في المنطقة هي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق الإصلاحات الحكومية ترأس رئيس الحكومة موعين عبد الملك في العاصمة عدن اجتماعا للوزارات الاقتصادية والخدمية لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة والاشتراطات المنصوص عليها في المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارات والجهات المعنية وأكد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة إنجاز الخطة والإجراءات لاستكمال تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في المنحة وأقدم وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والنفط والمعادن والكهرباء والاتصالات تقارير حول مستوى تنفيذ الالتزامات وجدولة خططها وإصلاحاتها بفق لبرنامج زمني عملي يتم استيعابه في خطط الحكومة وشدد الاجتماع على أهمية استيعاب الملاحظات والأفكار المقدمة لتطوير الخطط بما يضمن سرعة التنفيذ لها وفي سياق آخر كشفت حكومة عدن عن مساعي منسقة مع جهات دولية لرفع اسم اليمن من القائمة الرمدية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد على إجراءاتها المالية بسبب قصور في أنظمتها بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وناقشت رئاسة الحكومة في اجتماع لها مع قيادة وزارة المالية وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها ومعالجات تحسين الموارد وكذا تنفيذ الإصلاحات والحد من التدعيات المستمرة للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية وبحث الاجتماع جهود تنفيذ الإصلاحات العامة وتنمية الإرادات وضبط الإنفاق وبما يتسق مع الالتزامات مع المانحين وعلى رأسهم الأشقاف السعودية والإمارات أكد ضوابط المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وناقش الاجتماع سير آليات صرف المرتبات في إطار الإصلاحات الحيوية التي تنفذها وزارة المالية ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة وأهمية إنجاز عملية الصرف في وقت قياسي إلى ذلك ذكر المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبريك أنه من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام من الضروري أن تكون لجميع شرائح المجتمع وخاصة الألفئات الأقل تمثيلاً مثل النساء والشباب صوت فعال في تشكيل مستقبل اليمن السياسي جاء ذلك في الاجتماع التشاوري الذي عقده مكتب المبعوث الأممي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عمان بمشاركة 33 من النساء اليمنيات المقيمات في الخارج وفي اللقاء أكد هانس لأن السلام يجب أن لا يقصي أحداً كما أن الحرب لا تسفني أحداً من المعاناة هذا وعقد اللقاء من أجل الوصول إلى مجموعات واسعة التنوع من النساء بالإضافة إلى أنشطة أخرى للتواصل والتشاور يخاطط لها مكتب المبعوث الأممي لأجل صياغة رؤية يمنية تشاركية لعملية سلام جامعة نشرتنا متواصلة وفيها أيضاً السلطة المحلية بحضر موت تتسلم مركزين الصحيين بمديرتي المكلة والشحر محافظ حضر موت يلتقي عدداً من مشايخ وعيان مديرية غيل بن يمان افتتاح مبنى إدارة الصحة بمبنى الشؤون الاجتماعية والعمل والتوقيع على اتفاقية عمل لعدد خمسة عشر مشروع في ساحل حضر موت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مدير عام برنامج الطرق الريفية وخلال اللقاء أكد وزير الأشغال العامة والطرق ضرورة استكمال جراءات نقل وحدة تنفيذ المشاريع الريفية واعداد مسودة بجميع المشاريع والاحتياجات ذات الأولوية من الطرق الريفية وتمناً الجهود الكبيرة التي قام بها البرنامج خلال الفترة الماضية وعبر الوزير عن تطلعه لاستمرار التعاون في مجال تنفيذ المزيد من المشاريع في المناطق الريفية تسلمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مركزين صحيين إحداهما في منطقة الإنشاءات بفوة وآخر بمدرية الشحر أفدتها مؤسسة استجابة بتمويل كويتي وخلال مراسم التسليم أشاد محافظ حضرموت مبخوط بالماضي بتدخلات دولة الكويت الشقيقة في إنشاء وتجهيز وتأثيث العديد من المشاريع في قطاع التعليم والصحة والمشاريع الخيرية في حضرموت وجهود مؤسسة استجابة في تنفيذها بدوره أكد المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد الجمحي أهمية المركزين الصحيين في تعزيز الخدمات الصحية بالمديريتين ودعم القطاع الصحي بالمحافظة جرى بالمكلة التوقيع على اتفاقية إعادة تأهيل وصيانة خور المكلة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وأعتقد الاتفاقية التي رعاها محافظ حضرموت بالبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل لخور المكلة وفقا للإشتراطات والمواصفات الفنية وأكد محافظ حضرموت ضرورة البدء في أعمال الصيانة التي تأخرت وذلك للحفاظ على هذا المعلم السياحي المهم لأهميته في إبراز مدينة المكلة أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أهمية دور الأعيان والمشايخ في تهيئة الظروف ومساعدة السلطة المحلية ومؤسسات الدولة في القيام بواجبها وأشار المحافظ خلال لقائه أعيان ومقادمة ومناصب مديرية غيل بن إيمان إلى ضرورة أن تطلع الجهات التنفيذية بدورها المناطبها بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين منوها بأهمية مديرية غيل بن إيمان ودور أبنائها الفاعل في مختلف المنعطفات الوطنية ومساهمتهم في تلبية نداء الواجب بتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وعيدا بزيارة المديرية والإطلاع على احتياجاتها الضرورية افتتحت السلطة المحلية بحضرموت مبنى إدارة الصحة والسلام المهنية وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ورعت توقيع اتفاقية عمل لعدد خمسة عشر مشروع لعدد من المكاتب التنفيذية في ساحل المحافظة بتمويل وتنفيذ مؤسسة إسناد ضمن إطار العلاقة والدور الاستراتيجي بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في بناء التنمية المستدامة في صباح يوم الخميس وسط مدينة المكلة افتتحت السلطة المحلية بحضرموت مبنى إدارة الصحة والسلام المهنية وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل جولة تفقدية لأقسام المبنى زيارة السلطة المحلية جرى خلالها التوقيع على اتفاقية عمل لخمسة عشر مشروعا بساحل حضرموت في القطاعات الصحية والأمنية والخدمية والتنموية بقيمة 280 ألف دولار أمريكي بتمويل وتنفيذ من مؤسسة إسناد اليوم لدينا عدد من الاتفاقيات سيتم توقيعها في أطار القطاع التربوي والقطاع الصحي إلى جانب القطاع الأمني فنتمنى دائما التوفيق والنجاح للجميع في أطار الجمعيات وفي أطار مكاتب الوزارات لدينا ونريد أن نرى مثل هذه الإنقاذات في بقية مكاتب الوزارات اليوم طبعا تم توقيع 15 اتفاقية مرفوعة من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل نشكر مؤسسة إسناد على تمويلها لهذه المشاريع الخمسة عشر مشروع متضمنة في مكاتب السلطات المحلية حيث نعمل نحن سندا وعونا مع منظمات المجتمع المدني القدة بالقدة في تعافي السلطات المحلية في الإعمار في التنمية المستدامة لهذه المشاريع ولتعافي السلطات المحلية إن شاء الله يكون عمل ممتاز جدا خاصة بالنسبة لنا في الدفاع المدني وأيضا في تأهيل بعض السيارات الموجودة لدينا في دارة الأمن ولا ننسى في الأخير أيضا السجن المكلة لعدد تأهيل إن شاء الله خاصة استيقاف النساء توطيد العلاقة والدور الاستراتيجي بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية يجب أن يلعب دورا أساسيا في الوقت الراهن في بناء علاقات مستدامة لدعم السلطات المحلية لتنفيذ الخدمات المطلوبة بناء على الاحتياجات والأولويات في ظل العجز الحكومي هذه المشاريع نحن نعول عليها كثيرا وهي متعددة في تأثيث وفي تركيب منظومات طاقة شمسية وفي مجموعة من غرف الصحة المدرسية في المدارس بإذن الله نعول على مشاريع في بناء مدارس متعددة هذه المشاريع متعددة في مديرية مدينة المكلة في مديرية حجر في مديرية ديس الشرقية في مديرية الريضة وقصيعر في مديرية شحر وهذه قائمة المشاريع التي هي الآن سيبدأ العمل فيها بعد توقيع هذه الاتفاقيات سيتم تنفيذ هذه المشاريع ببتداء من شهر ديسمبر 2023 حتى نهاية شهر فبراير 2024 وهذه المشاريع أتت بعد القلوس مع مدراء المكاتب والتنسيق معهم حيث تمت تنفيذ هذه المشاريع بإشراف مباشر من السلطة المحلية وأيضا مدراء مكاتب الدوار الحكومية المعتمد فيها المشاريع هذه هذه المشاريع الحيوية ستعمل على سد الفجوة بين السلطة المحلية والمواطنين وردم البعض من القصور الأجهزة الحكومية التي لم تفي بالتزامتها ودون القيام بواجبتها خلال سنوات الحرب قام قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب بار الجاش بمعية نائب رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع رئيس لجنة الاستلام والتسليم بزيارة إلى المستشفى العسكري بقيادة المنطقة الثانية وأستمع الوفد من رئيس الشعب الطبية مدير المستشفى العسكري العقيد دكتور حسن التميمي إلى شرح عن أقسام المستشفى والمعدات المتواجدة فيها والمساعي التي تبذل لأجل استكمال تجهيزات واحتياجات المستشفى وافتتاحه واختتم رئيس أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بعملية الاستلام والتسليم اختتم زيارته بلقاء برؤساء الشعب شاكيرا لهم الدورة السلس للاستلام والتسليم عمدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اتفاقية الشراكة بين السلطة المحلية بمديرية ثمود وجامعة سيئون ومؤسسة حضرموت للتنمية البشرية وتقضي الاتفاقية بفتح مركز امتحاني لكلية التعليم المفتوح بجامعة سيئون في مديرية ثمود للعام الجامعي الثلاثة وعشرين أربعة وعشرين بهدف نشر التعليم الجامعي في المناطق الريفية والمناطق البعيدة عن مركز الجامعة وتخفيف معاناة طلاب وطالبات المديريات الصحراوية الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى الكلية ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوى عبد الربو هشلة مع السكرتارية الفنية للجنة المناقصات بالمحافظة والمختصين في مكتب الأشغال عددا من القضايا المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وخلال اللقاء تم الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها معالجة المعويقات التي تعترض تنفيذ بعض تلك المشاريع حيث شدد هشلة على ضرورة طلاع الجهات المختصة بمهمها ومسؤولياتها في سرعة حل ومعالجة الصعوبات والمعويقات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع وأكيدا الهامية الكبيرة التي تمثلها المشاريع التنموية والخدمية للمحافظة قتام النشر تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء السلطة المحلية بحضر موت تتسلم مركزين صحيين بمدريتي المكلة والشحر محافظ حضر موت يلتقي عددا من مشايخ وعيان مديرية غيل بن يمان افتتاح مبنى إدارة الصحة بمبنى الشؤون الاجتماعية والعمل والتوقيع على اتفاقية عمل لعدد خمسة عشر مشروع في ساحل حضر موت لكم منا أطيب المنان إلى اللقاء اشتركوا في القناة